بدأ العد التنازلي لحفل زفاف ولي العهد الأردني المرتقب وفي خبر يعد حديث الساعة في المملكة الأردنية الهاشمية استعد الأمير الحسين بن عبدالله للانتقال لمرحلة جديدة في حياته الشخصية والعائلية بزواجه من رجوة السيف وقد طلق الأمير الحسين التهاني من قبل العديد من الأشخاص في الأردن وحول العالم ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف ولي العهد الخميس الأول من يونيو ويعمل الفريق المنظم للحفل بجد لإعداد حفل زفاف مهيب يليق بمكانة الحدث ويتم التحضير لموكب ضخم ومهيب خاص بهذه المناسبة المهمة وستكون تفاصيله كالتالي بحسب ما نشراه الديوان الملكي فإن حفل الزفاف سيقام في قصر زهران ولعل سبب اختيار هذا القصر بالتحديد هو مكانته المميزة كقصر ملكي بني في 1957 وكان منزل والدة الملك الحسين بن طلال رحمهم الله الملكة زين الشرف والتي سكنته حتى توفيت في عام 1994 وبقى القصر مقرا للمناسبات الهاشمية فيما بعد لما كانته الكبيرة في قلوب العائلة المالكة الأردنية حيث وقيمت فيه العديد من حفلات الزفاف الملكية كزفاف والد العريس المقبل وجده الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملك الحسين بن طلال رحمه الله وبعد انتهاء اجراءات عقد القران في قصر زهران سيتواجه موكب الزفاف والذي برفقة الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية حيث حفل الاستقبال ومقدبة العشاء الملكية بمناسبة الزفاف الملكي ويسمى هذا الموكب بالأحمر لأنه يتكون من عشرين سيارة لاندروفر مكشوفة حمراء اللون تشارك 14 منها في الموكب فيما تبقى الست السيارات الأخرى كسيارات احتياطية في حال حدوث أي عطل في أحد السيارات الرئيسية وقد ظهر هذا الموكب منذ تأسست المملكة الأردنية الهاشمية بعد استقلالها في 25 مايو من عام 1946 ويعتبر موكبا هاشميا رسميا يرافق الملوك في تنقلاتهم أثناء المناسبات الرسمية واستقبالات رؤساء الدول والشخصيات الدبلوماسية وكانت الخيول البيضاء ترافق هذا الموكب في السابق إلا أنها استبدلت بعشر دراجات نارية وصيارات يقضاء 71 جنديا من الحرس الملكي بإطلالة عسكرية رسمية مميزة من البزات العنيقة المزينة بوشاح أحمر على صدورهم كما سينتقل الموكب داخل شوارع عمان البقية ليشارك مع الشعب الأردني والمقيمين في الأردن هذه الفرحة الوطنية من هي بقى عروسة الأمير الحسين اللي هي رجوة آل سيف ولدت رجوة خالد ابن مساعد آل سيف في 28 من إبريل 1994 في الرياض ونشأت في عائلة سعودية كبيرة من أصل يعود لقبيلة سبيع وهم شيوخ بلدة العطار في سودير الوقع في منطقة نجد في وسط المملكة العربية السعودية من بداية عهد الملك عبد العزيز آل سعود وتمتلك عائلتها المرموكة واحدة من أهم شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية هي شركة آل سيف مهندسون ومقاولون بإدارة والدها المهندس خالد ابن مساعد ابن سيف ابن عبد العزيز آل سيف ولها ثلاثة من الإخوة والأخوات هي أصغرهم وهم فيصل ونايف ودانا ووالدتهم عزة بنت نايف ابن عبد العزيز الأحمد السديري وقد درست رجوة الهندسة المعمرية بجامعة سيرا كيوز في نيويورك في الولايات المتحدة بعد أن أنهت دراستها السنوية في المملكة العربية السعودية كما تحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارية في الولايات المتحدة رجوة تحترف ركوب الخيل بالإضافة إلى أنها تتكن الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغتها العربية اللي هي اللغة الأم وبالإضافة إلى حبها للرسم وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية وروا الأمير الحسين كست تعرفه على رجوة عن طريق أحدى الصديقات المشتركات وأنها بقيت في باله منذ أن قابلها في إحدى المناسبات ثم تقدم لخطتها وقد أعلن الديوان الملكي خطوبة هما في 17 أغسطس 2022 بمنزل عائلتها في الرياض ويعد زفاف ولي العهد الأردني مناسبة تحمل كثير من الهمية والتأثير حيث يعبر عن استمرارية الأسرة المالكة ووحدة الشعب الأردني ونشوف بقى الكلمات المؤسرة اللي قالتها الملكة رانيا لخطيبة ابنها أو زوجته المستقبلية رجوة ألسيف كانت فعلا كلمات جميلة جدا أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله الاثنين 22 مايو 2023 في الديوان الملكي الهاشمي حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف صاحب السمو الملكي الأميرة الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة ألسيف زي ما احنا شايفين في الفيديو دهوت وتخلل الحفلة الذي حضره العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات وصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني والأميرة سلمة بن عبدالله الثاني وعدد من أفراد عائلة ألسيف ومدعوات من مختلف محافظات المملكة ورسم بالحنة وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراصية وشعبية أردنية وسعودية وشارك فيه أدائية الفنانون نداء شرارة وزين عود وديانة قرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى ورحبت جلالتها بالحضور قائلة أهلا وسهلا فيكم مبسوطة أنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا يعني الحمد لله اليوم كتير عزيز علينا ولعائلتنا الكبيرة بقول أن ما وسعدكم لبيتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة واحدة طبعا سامحوني لأن لهجتي مصرية ما عرفش اللهجة الأردنية قوي وإضافت حسين ابنكم وأنتم أهله وهذا عرصكم حسين هو فرحتي الأولى ابني البكر وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوف عريس والحمد لله اليوم بلشنا احتفالتنا بعرسه وإن شاء الله الله يتمم على خير وأضافت وأخيرا صار عندي كنة بس مش أي كنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألز منها العروسة جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمة بتذكر من أكمان شهر لما خبرنا حسين وإن أنا ناوي أجوز فديش كانت فرحتنا رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين وقالت المالكة رانيا للأنسة رجوة إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض وإن شاء الله دايما بتكونوا سند وفرحة بعض وتوجهت جلالتها بالحديث إلى والدة العروس إذ قالت أم فايسل إحنا عندنا بنقول دايما بتعرفه البت من أمها وأنا بحكي لكم الأم جوهرة أنا بعرف إن أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها فاتطمني عليها وأضافت بتعرفوا إحنا كأمهات إيش بدنا من الدنيا غير إنه نشوف أولادنا مبسطين ومرتحين ويمكن إحنا مرات بنراجع حالنا ونسأل هل إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه وأنا سدنا المغفور له الملك الحسين الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا إنه تعبان أنا وعدته وعد قلت له حسين رح يتربى زي ما أنت بدك وأردفت الملكة رانيا بالقول فاليوم بتطلع على حسين بشوف قدامي شاب جندي شجاع واصف من نفسه قوي بشوف كيف يعني كوالده بشوف كيف اسلوبه اسلوب تعامله مع رسته ومع عرصه كيف حابب إنه هذا العرص يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات لكن بالتحضيرات كمان هو فعلا شاب هاشمي واعي وعارف إنه هو منكم وإلكم وإن شاء الله وفيت وعدي للملك حسين وإن شاء الله يكون هو راضي وإن شاء الله كلكم تكونوا راضيين وألف مبروك إلنا جميعا لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية وقدمت المدعوات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني ولجلالة الملك رانيا ولسمو الأمير الحسين وللآنسة رجل ألف ألف مبروك وربنا يتمم على خير